مع خروج حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي من دور المجموعات وبعد حلول أندية كبيرة وصيفة في الدور نفسه كانت المواجهات المثيرة متوقعة في الدور ثمن النهائي الذي ينطلق في الثاني عشر من شباط فبراير المقبل كبرى المواجهات تجمع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بتسعة ألقاب مع منشستر يونيتد الإنجليزي الذي سبق وتوجه باللقب ثلاث مرات أما برشلونة الغريم التقليدي للفريق الملكي والفائز باللقب أربع مرات فقد أوقعته القرعة بمواجهة ميلا الإيطالي البطل في سبع مناسبات إحداها أمام الفريق الكتالوني عام 1994 باير ميونيخ الألماني البطل أربع مرات يواجه أرسنل الإنجليزي فيما يلعب جوينتوس الإيطالي الحائز على لقب مرتين والعائد إلى المصابقة الأم بعد غياب ستة مواسم مع سلتك سكتلندي العريق باريس الجرمال الفرنسي الطامح لبناء مجد أوروبي يلتقي فالنسيا الإسباني ويتواجه شالك الألماني مع غالة السراي التركي وبورتو البرتغالي البطل مرتين مع مالغة الإسباني